تسمية مرشح لرئاسة الوزراء في العراق ولا مسؤولا سابقا أو حاليا كما يريد الشارع ومن يؤيده في المطالب خطورة المرحلة الحالية دفعت بعض الأطراف السياسية إلى عدم التصدي لها عبر مرشح يتبنونه خشة ارتداد أي فشل مستقبلي عليهم يقول مراقبون وهو شعور تبناه الشارع بامتناعه عن الدفع بمرشح قد يحسب عليه إن أخفق في إدارة المرحلة المقبلة وهي معادلة قد يقع حلها على رئيس الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية الدستور العراقي أشار في مواده إلى أن الكتلة الأكبر هي فقط في التكليف الأول لرئيس الوزراء بعد الانتخابات أما التكليف الثاني في حال استقالة الحكومة أو إقالتها فأنه من مهمة رئاسة الجمهورية يقول المتخصصون في القانون الذهاب إلى التوافق السياسي حول الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء في العراق قبل التاسع عشر من الشهر الحالي موعد انتهاء المهلة الدستورية قد يكون خيارا متاحا للأفريقاء وقد يتم الشروع به في أي لحظة لتلافي فقدان الكتل السياسية فرصة الاختيار وفق قراءات من العاصمة العراقية بغداد منتظر السعيد اليوم